السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إزايكم عاملين إيه؟ يلا بقى أخدكم كده جولة في الوكالة قبل رمضان جولة بقى يعني مليانة لبس الوكالة فيها لبس جميل جدا جدا وطبعا الأسعار نزلت كده ورخصت عن الأول تشوفوا معيها بقى كده الوكالة ناحية الإسعاف طبعا يعني مكان كده في مصر اسمها وكالة البلح للناس اللي ما تعرفهاش تنزلهم حط الجمال عبد الناصر تقوله فين سيدالية الإسعاف؟ تروحوا عندها آآ تلاقوا كده الوكالة بقى يعني على أول ما تروح عند سيدالية الإسعاف هتلاقيها تمشوا بقى كده مع الاستندار زي ما انتو شايفين كده هادركم بالزبط كده احنا تحت الكبري وزي ما انتو شايفين كده يعني الكبري في النص في طريق رايح وطريق جاي بصوا كده آآ هنا بقى ايه؟ فرشين تحت الكبري بقى أول الاستندار بتاعة الوكالة هتشوفوا بقى لبس حلو قوي قوي بروفلوك بقى لبس حريمي ولبس البنات الجامعة بإذن الله هيعجبكم زي ما انتم شايفين كده بروفلوك كثير جدا جدا كلها يعني هدوم خروم وكمان فيه هدوم بيت وجواكت هي أغلى حاجة هناك بصراحة الجواكت يعني الجواكت هي اللي غالية عن الأسعار التانية يعني الجواكت بمتين وبمتين وخمسين جنيه بس طبعا يعني بريندات يعني انتم هتلاقوا كمان حاجات بالتكت هنا اي حاجة بخمسة وسبعين جنيه زي ما انتم شايفين كده طبعا بشوف بنات الجامعة بينزلوا كده مع بعض ويشتروا بقى لبس وبيروحوا بالجامعة طبعا ولا حد يعرف ان هم جايبينه من الوكالة ولا ان هو مثلا لبسي مستعمل او جاي من بره مستورد طبعا احنا عارفين ان اللبس المستورد وكده بيبقى نضيف جدا جدا في حاجات بقى بتلاقوها كده بالتكت طبعا انا كنت راح انا واختي في الوكالة لازم طبعا يبقى حد معاكو علشان تاخد رأيه طبعا يعني هي ازوائي طبعا وكل واحد بقى ايه انا ما حبش اروح لوحدي بصراح يعني لما تكون معاك حد بيبقى حسن لك ما تروح لوحديكو كده بتلاقي حاجات حلوة كتير تعالوا بقى وريكم المحل دوت المحل دوت اسمه الاولياء كده هو في شارع جانبي طبعا ادخلوا بقى في الشارع الجانبية على اديكو اليمين كده تلاقيها كلها لبس دخلوا فيها ما تكسروش كده وتمشوا على طول هنا بقى بصوا كل حاجة هنا دي كفيات عبارة عن كفيات بس زي ما انتم شايفين قدامه في فرش اي حاجة بخمسين جنيه انما جوه المحل الحاجات غالية يعني الحاجات اللي جوه المحل زي ما انتم شايفين كده مكتوب مئتين وعشرين بتبقى غالية الجواكت طبعا زي ما انتم شايفين كده حاجات كتير جدا جدا بصوا المحل ده مليان بس بمية وخمسين وبتلتمية ومتين وخمسين الاسعار غالية فيه بس حاجات حلوة يعني حاجات بالتيكت تمام يعني حاجات نظيفة يعني برضو اللي عايز يشتري حاجة غالية وقايمة وتعود معيه وبردو ممكن يدخل للمحل ده يجيب منه كم قطعة كده هتعجبه جدا بازن الله زي ما انتم شايفين بقى كده الاسعار في بمية وعشرين وفي بمية وخمسين وفي بتلتمية وفي بمية وخمسين طبعا ايه انا مش هاقك كتير جوه المحل دوت عشان نعرف ان انتم عايزين اصعار حلوة كده وتناسبكم بصوا الجوكت عنده جميلة جدا جدا يعني في حاجات بيتكت كتير جدا في المحل دوت طبعا في محلات كتير يدخلوا جوه المحلات برضو عادي بتدخلوا وتتفرجوا كده وتاخدوا فكرة وتشوفوا ممكن تلاقوا حاجات احسن من اللي بره برضو زي ما شايفين كده عنده جوكة جنس هنا بقى الفرشة دي قدام المحل المحل الاولياء ده يعني هو واحد فارش جنبو اي حاجة هنا بخمسين جنيه زي ما شايفين كده الحاجات اللي هي البيت بقى بجماية وباناطيل والكلام ده كله اي حاجة بخمسين جنيه هنا القماش اللي هو الدفية دوت يعني من جوه دفية كده وقطيفة جميل جدا وقماشته حلو اوي 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 وهنا بقى عنده بناطيل وعنده حاجات كتير جدا وجواكت زي ما انتم شايفين كده بصراحة اسعار الجواجات غالية غالية يعني هي ما نزلتش عن متين جنيه او مية يعني متين ومتين وخمسين. وفيه بتلتمية. في بقى ابروفلوت كده زي ما انتم شايفين. وحاجات رجالي برضو قمصان كتير رجالي. وبالكتير رجالي يعني برضو مش للحارين بس او البن بس. اه طبعا رجالة برضو بتنزل تشتير على فكرة احسن من الستايت. زي ما انتم شايفين بقى كده. اه يعني احلى حاجة بقى هناك هدوم بصراحة البنات. والهدوم الحاريمي جاملة جدا جدا. وهدوم البنات بقى ليه الخروج السني اللي هو الجامعة والكلام دوت. طبعا بسم الله ان شاء الله بروفلوب بقى واشكال كتير كتير. بصوا الستانداب بتبقى الحاجة جاية على بعض جامد. فانا مش عارفة ان انا اناق منها. يعني اطلع لكم انها. بصوا هنا اي جاكب بمية جنيه. برضو حاجات حلوة جدا. زي ما انتم شايفين كده. وغسيل ولبس عن تجربة يا جماعة. يعني عايز اقول لكم ان يعني. يعني الطبقات المرتاحة بتنزل تشتري من الوكالة. زي ما انتم شايفين كده ده شال. وعنده هنا بروفلوب كتير جدا. وحاجات حلوة قوي. بسم الله ما شاء الله اللهم ابرك. بسم الله ما شاء الله اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد. طبعا جولتنا في الوكالة. آآ يعني بعمل لكم كده كل فترة وبتعجبكم. وطبعا بتدفع له معي كده باللايك وبالكومنت الحلوة منكم. احسن ناس في الدنيا واحلى اخوات في الدنيا كلها. ربنا يبرك فيكم يا رب على تشجيعكم ليا. وعلى كلامكم الحلو في الكومنتات. وعلى اشترككم في القناة بعشان تكبر شوية. زي ما انتم شايفين كده. آآ بسم الله ان شاء الله. اللبس بقى ايه. ده محل تاني كده. زي ما انتم شايفين. دي فرشة كده في الشارع. اسمه الغول. دي يعني ايه آآ آآ محل كده تحسوا ليا فرشة. بس هي ايه آآ محل سغنة كده زي ما انتم شايفين. كله هنا حريمي بس. او بناتي بس يعني اللي هو السن الجامعات والكلام ده زي ما انتم شايفين كده. حاجات حلوة والله انا بحب اشتري برضو من هنا. من على الفرشة دي حاجات جاملة جدا. وبتبقى لأسعار خمسة وسبعين خمسة وتمانين مش بتغلع عن كده. آآ زي ما انتم شايفين كده. آآ هنا بقى في المحل اللي احنا كنا عنده اللي هو اسمه الاولياء دوات. نستطور لكم الحاجات ديت. بتبقى يعني قدامه. آآ جواكت بقى جواكت جواكت مليانة جواكت زي ما انتم شايفين كده. والجواكت بتاعت الترينجات ديت. وحاجات جميلة بصراحة هنا. وهنا بقى الجواكت اللي هي فيها زون تفارو. يعني عايز اقول لكم الوكالة مليانة لبس الشتوي. آآ هنا اي حاجة بخمسة واربعين جنيه زي ما انتم شايفين ده جديد. يعني بتبقى حاجات جديدة كده. فستان كده حلو او برضو. آآ خريف كده. وفي حاجات كتير بقى للاطفول. عايز اقول لكم ان دي لبس البناتي هناك بيعجبني جدا. البنات الصغيرين بقى الجواكت بتاعتهم. هدخلكوا المحل اللي انتم بتسألوني عليه في التعليقات. وبتقولوا لي هو فين. هدخلكوا كده فيه. هو واريكم كمان نزله الاسعار جامد فيه. يعني الاسعار بمتان وخمسين الشجاكت بقى بخمسة وتمانين جنيه. في فروشات بقى في الارض حاجات كوتونيل وفروشات كتير بقى وفي كوتشات وجزم وشنط يعني عايز اقول لكم هي مليانة كل حاجة فيها. وفي فروشات للشرابات والملابس الداخلية. كل حاجة موجودة هناك. آآ زي ما انتم شايفين كده. آآ عندنا كمان برضو لبس الاطفال. حاجات جميلة جدا. بصوا الشجاكة ما بروح عن ديستاند بقى بركز على السعر. بس انا اقول لكم برضو هنا الجواكت بانتين وخمسين جنيه. آآ جواكت بقى اشكال والوانة جماعة يعني. جميع بصوا المقاسات جميع الطويل والقصير كل حاجة موجودة هناك. دخلوا بقى في الشوارع الجانبية دي علاق دي كل يمين كده زي ما انتم شايفين. مليان بقى استاندات ومليان لبس. حلوة قوي قوي برضو. يعني هي ازواء. ممكن يعني الحاجات دي تعجبكم ما تعجبنيش يعني او العكس. ازواء طبعا ان هو مليان بصراحة الوكالة. مليانة لبس يعني من جميع الاشكال والالوان والخمات والبرندات. واتلاقوا بقى الاتش آآ برندات اتش ام وشي ان وكل حاجة موجودة هناك. وعايز اقول لكم والله الله عظيم. آآ الحاجات بتتغسل بالسنين وبتعيز. زي ما انتم شايفين كده. عما يكون الشاكت كده بمتين جنيه. وبتقولوا لا ده غيلي. طب ما هو بره بخمسمية وبسبعمية وانكن تسأل على جاكت لبني. بتسعمائة جنيه والله ولا يسوى. ده المحل اللي انا بقول لكم عليه. برضو في شريع جانبي كده هدخلوا فيه هتلاقوا المحل دوت. المحل دوت آآ لبس الاطفال بس فقط لغير. ما عندهوش لبس كبار ولا حاجة. بس بصراحة الجاكت عنده جميلة جدا. اي جاكت بخمسة وتمانين جنيه زي ما تشايفين كده. بسم الله ما شاء الله. بنزلين بقى في الاسعار آآ جامد لان هنا الجاكت كنت المرة اللي فاتت لما صورتلكوا اول الشتة كان بمتين وخمسين جنيه الجاكت. فلما الجاكت يبقى بخمسة وتمانين جنيه طبعا دي فرصة للي عايز ينزل. بصوا الجاكت جميلة جدا للاطفال جميع المقسات. ممكن تاخدوا بقى لو انتم عندكم مسلا اطفال تاخدوا آآ الجاكت بتاعهم تقسوا عليه. او تاخدهم هم احسن. يعني تاخد ابنك او بنتك احسن تأسيله. تبقى زي خروجة كده وعايز اقول لكم يعني الناحية دي الوكالة الناحية التانية وسط البلد. يعني انت اول ما تطلع من المترو تبقى في وسط البلد. آآ تبقى بقى تتفسح كده تغذيها بقى يوم كده من اوله لاخر وتبقى جاولة كده. طبعا المحل بقى مليان لبس اطفال. بصوا بقى شكل الجاكت. يعني عايز اقول لكم انت ممكن آآ هتلاقوا محلات كتير هناك. هتلاقوا ابو طرق بتاع الكشري ومحلات كتير قوي مشهورة هنا في فوسط البلد. ومحلات للشاورمة يعني ممكن تاخدوها كده يوم فوسحة وخروجة. تشتروا كده اللبس بتاعكم بروقان وتتغدوا هناك وتتفسحوا الجاو جميل جدا جدا. يعني عايز اقول لكم اليوم دوات ما بقاش عايز اروح فيه. يعني تبقى فوسحة جاملة قوي بالنسبة لكم. بإذن الله في مرة تانية اصور لكم بقى فوسط البلد واصور لكم المحلات واصور لكم محلات بطرق بتاع الكشري. واصور لكم كده جولة حلوة بإذن الله. استنوني كده قريب. في جولة حلوة قوي قوي فوسط البلد. واوريكوا بقى محلات كتير جدا. آآ يعني بتطلع في التلفزيون. وكده تتفسحوا بقى وتروحوا هناك. زي ما انتم شايفين كده بقى الجواكة البناتي. بحب بقى اللبس بصراحة الجواكة البناتي الصغانية الجميلة دي زي ما انتم شايفين كده. بصوا الاشكال بتاعتها يا جامعة. بصوا الالوان. جميلة جميلة جميلة. وخامات حلوة قوي قوي. بإذن الله تعجبكم. هنا برضو الحاجات بخمسة وسبعين وخمسة وتمانية. زي ما انتم شايفين بقى كده. وبروفلوب بقى اللي هو اتنشر سنة وعشر سنين وثلاتتاشر سنة. يعني آخرهم كده. إنما السن اللي هو المحير اللي هو اربعة شر وخمستاشر. مش هتلاقوا المقز في المحل. ده بصوا بالبروفلات والحاجات الجميلة دي. زي ما انتم شايفين كده. لبس جميل قوي 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 يا جماعة. لو نزلتوا انتم هتم بهروا. والله لو معكم عشر تلاف جنيه هتتصرف من الحاجات الحلوة اللي هتشوفوها وهتشتروها. يعني انا عايز اقول لكم لو روحت بقى الف جنيه باجي من غيرها. بقى الفين جنيه باجي من غيرها. برجع بصوا بحق المواصلة بالزبط يا دوب يعني بعرف هشوفو بالعافية. فانتم طبعا ايه هتنزلوا بقى تمشوا كده زي ما انا قلت لكم. وتدخلوا في الشوارع الجنبية اللي هتلاقوا فيها هدوم. وتلاقوا فيها محلات وتدخلوا كده ايه تاخدوا نظرة. وممكن تطلعوا كده من الاستاندات اللي هي برة الحاجات الرخيصة فيها. تطلعوا كده بالتيكت يعني ما تستعجلوش. بصوا الشال الجميل دوت. هتزول لكم حلو قوي قوي. وحلو قوي لو منتها الشيكة بجد. بصوا بزون تا كده وشكله شيك قوي قوي حلو قوي في الشتة. طبعا هنا الاسعار برضو بمتين ومية وخمسين وكده. المحلات الجواكت طبعا بتبقى غالية ازا ما قلت لكم عن اللبس. هنا المحل ده اسمه همام. طبعا هتلاقوه برضو في الشرع الرئيسي بتاع الوكالة. اه حاطب برضو شوية جواكت وحاجات حلوة اللي هو اللي انا وردكو فيه الشيل ده. وهنا اي حاجات بخمسة وسبعين جنيه. شرطة بقى السن المحيل. وحاجات بخمسة وسبعين جنيه للبنات. زي ما انتم شايفين كده والجواكت الحلوة دي. بمتين جنيه قلت لكم ايه الجواكت غالية. الجواكت غالية عشان ما تروحش هناك وتتصدمه. زي ما انتم شايفين بقى البروفلات الحلوة دي. طبعا بقى دي كده ايه دخلت الوكالة تفضلوا بقى ماشيين مع الصور دوت. كله ستندات كده. وهتمشوا بقى كده وتحت الكبرى عند العمار دي. وتشوفوا بقى من هنا بقى. من هنا بقى في هوريكو فيه كشك كده وجنبه بقى محلات هدوم مليان. تمشوا بقى يمينوا وبصوا صراحة يعني آآ مليانة لبس حلو قوي. هي علاق ديكو اليمين كل الشوارع اللي فيها اللبس علاق ديكو اليمين. مش هتمشوا كده ولا كده انتم هتفضلوا ماشيين مع اتجاه الاستندات دوت. لحد ما تدخلوا بقى كده الشوارع. وفيه شارع طبعا زكي السماك وتعملاتكو فيه جولة في رمضان اللي فات. بازن الله سننعوه بقى الجولة الجاي في رمضان بازن الله كان مليان آآ لبس بقى يعني يعني قد اللبس ده مرتين. بازن الله هتخل لكو كده ووريكو كمان مليان بقى اللبس الحريمي الناس اللي طلبت مني للبس الحريمي او لبس البناتي آآ فتالى الخروج مليان بقى محل آآ شارع زكي السماك. بصوا هنا اي حاجة بتلاتين جنيه وبخمسة وتلاتين وبخمسة وعشرين. بصوح حاجات جميلة والله للاطفال. ويعني نظام دفايات وكده واللبس بقى بخمسة وتلاتين حاجات جميلة والله يا جماعة تعجبكم بازن الله. بتنسوش بقى اختكم كده في اللايك والتشجيع منكم. وترفعوا الفيديو ده كده يعني زي ما عودتوني كده في فيديوهات جولة الوكالة بازن الله ترفع باشتراككم وبكومنتاتكم واهم الحاجة اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. ربنا يكرم لكم هنا اي حاجة بتلتميت جنيه. جوكت كده للبيدل طبعا حاجات غالية بصراحة. وهنا بقى يعني اه الشارع دوت مليان بقى لبسي كده. وفي اول الوكيلة بقى تلاقوا حاجات رخيصة عن جوة. يعني اللي انتم اول ما تدخلوا كده من تحت الكبلة هتلاقوا بقى حاجات بخمسة وعشرين خمسة وثلاثية. ممكن جوها تلاقوا بخمسة وصابين بس طبعا ايه بقى بتبقى حاجات فيها غلطة اخدوا بالكو او او حاجة مثلا بهتانة عليها بس بتتغسل بتطلع. فيش اي مشكلة يعني هنا اي حاجة بخمسة وعشرين جنيه. ده كده ايه في الطريق اللي انتم داخلين كده الوكيلة. لسه يكون في اول دخلت الوكيلة. تمام يا رب بقى كده تحكونوا هحططوا اللايك. لو وصلتوا معي لحد هنا لو محططوش اللايك بجد. هزعل منكم. يا رب كده ما تنسونش في اللايك وكومنت حلو منكم كده. وفي اي سؤال اكتبوا لي في الكومنتات وانا ورد على كل الاسئلة وكل الكومنتات اللي بتجيلي. زي ما انتم شايفين كده اللبس جميل جدا بخمسة وعشرين. يعني ممكن تخرجوا بيه وبصوا هنا البناطيل اي حاجة خمسين جنيه. طول ما انتم ماشيين بقى كده. جلس رب الجولة تكون عجابتكو. واكون كده قدرت ان انا يعني اوصل لكم لقى او فكرة بسيطة عن الحاجات اللي في الوكالة. طبعا قلت لكم العنوان في محط الجمالة عبد الناصر عند صيدرية الاسعيف. واقعوا بقى كونوا نسيتوا تحطوا اللايك. اقسيبكم في امان الله. مع الف سلام.